موسيقى تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من حديث الصحافة والبداية مع صحيفة الجاردين وافتتاحها بعنوان مآسي حلب حيث أشارت فيها الصحيفة إلى أن المدينة التي كانت عامرة بالحياة أصبحت الآن جبهة قتال تدك بالمدافع والبراميل المتفجرة وتحولت في أباك كثيرة منها إلى أطلال وأنقاض ولم يتبقى فيها سوى ثلاثمائة ألف شخص بعد أن كان عدد سكانها حوالي مليوني نسمة وأيضا يصارعون من أجل ضرورات حياتهم اليومية ولا يزال مسلسل تدمير إي تفاقم وإذا سقطت حلب فستسحق كل الأمال في مفاوضات سلام حقيقية ويوسيلة دائما للخروج من المأساة السورية تتطلب مواجهة جذور الصراع واستخدام المزيد من الضغط الدولي على مؤيد الأسد بموسكو وطهران وترى الصحيفة أن مصير سوريا يمكن أن يتوقف على هذه المدينة لأنها تمثل مركزا الجماعات المناوئة للأسد التي يراد لها أن تكون جزءا من التسوية الأممية إذا قدر لها أن تتحقق وأيضا بسبب موقعها الاستراتيجي على مقربة من الحدود التركية الذي كان بمثابة شريان الحياة لخطوط الإمداد وتحركات اللاجئين وعلقت الصحيفة بأنه إذا سقطت حلب فستسحق كل الأمال في مفاوضات سلام حقيقية ونائية وسيلة دائما للخروج من المآسي السورية تتطلب مواجهة جذور الصراع واستخدام المزيد من الضغط الدولي على مؤيد النظام السوري في موسكو وطهران إذا ما قدر أن يحدث أي تغيير وختمت الصحيفة بأنه لا يمكن لأي وقف لإطلاق النار أن يصمد إذا لم يحترم في حلب وأن أي عملية دبلوماسية تغض الطرف عن مخاطر استمرار العنف تصبح أقرب إلى مجرد سراب وإلهاء عن الحقائق المتغيرة بسرعة على الأرض وفي نهاية المطاف لن تكون هناك فائدة منه وستستمر عذابات المدنيين السوريين مع تكشف الأحداث في حلب ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا بعنوان الهدنة الجزئية في سوريا حيث أشارت فيه الصحيفة إلى أن سوريا تشهد المزيد من المجازر كل يوم خاصة في ظل استمرار طيران النظام التابع لرئيس السوري بشار الأسد وطيران الروسي في قصف المستشفيات في مدينة حلب واستهداف المدنيين وقالت في افتتاحيتها أن المساعد الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لم تعد أحياء اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ما لم تقنع روسيا حليفها الأسد بالتوقف عن استهداف مناطق المعارضة وأضافت أن روسيا قد تلجع للحيل الحيالي المزدوجة مجددا وقالت إن نشر موسكو الشهر الماضي مدافع ثغيلة خارج حلب يثير تساؤلات بشأن طبيعة نواياها هناك وترى نيويورك تايمز أن الجهود الأمريكية الرامية للتوصل إلى هدنة في سوريا بالإضافة إلى محادثات السلام تعتمدان بشكل كبير على مدى تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعت الصحفاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته إلى الضغط على رئيس بوتين من أجل اتخاذ ما يلزم لوقف المجازر وإراقة الدماء في سوريا ونطالع في صحيفة عكاظ السعودية مقال رأي بعنوان علي مملوك خطيئة الأسد صندوق النظام الأسود أرى الكاتب أنه منذ أن دخل المشهد السوري وهو رجل الخفاء والمهمات السرية والدموية المغرقة بالقسوة والعنف له صلة بجرائم متهم النظام السوري بارتكابها من بينها قتل رئيس الحكومة اللبنانية الراحي الرفيق الحريري من ناحية السيكيولوجية يعتبر اللواء علي مملوك مولود في دمشق عام 1945 واحدا من أكثر ضباط المخابرات السورية غموضا بالنسبة للشعب السوري وللبراقبين في الداخل والخارج على حد سوى شخصية مثيرة للجدل لديه هوس بحب السيطرة والتحكم وتوزيع الأوامر والقتل لا يحترم إنسانية أحد تتميز شخصيته بالفوقية والعصبية والقسوة وحب التسلط ويعتبر من أقوى الشخصيات المحيطة ببشار الأسد والحائز على ثقته واليد الضارب له ضد الثورة السورية تعزز دوره بشكل كبير بعد تفجير خلية الأزمة أثناء انعقادها في مكتب الأمن القومي بحي الروضة بدمشق إذ تخلص مملوك من شخصيات كانت دائما تزاحمه في نفوذه أمثال اللواء آصف شوكت واللواء هشام اختيار الأمر الذي زاد من قواته ونفوذه وسيطرته من أهم على أهم مفاصل الدولة وهي الأجهزة الأمنية خصوصا بعد توليه منصب رئيس مكتب الأمن الوطني كان خلال فترة رئاسته لفرع التحقيق في المخابرات الجوية الذي اطلع بارتكاب جرائم نوعية وضلع في ارتكاب جرائم نوعية ربما لم يرتكبها أي جهاز آخر في العالم العربي ومن أخطرها ما أشيع عن اختبار الأسلحة البيولوجية والتميائية على عشرات المعتقلين السياسيين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين مملوك المجرم والقاتل الأول في سوريا وهو الصندوق الأسود لعمليات الأسد القذرة وفي الوطن القطرية كتب فهد الخيطان مقالا بعنوان حلب مقيمة الهدنة بعد المجزرة رأى فيه الكاتب بأنه السيناريو الرهيب ذاته يتكرر في كل أرجاء سوريا مدينة مدينة وبلدة بلدة تقع المذبحة يأخذ القتل الوقت الكافي لإنجاز المهمة ثم يتدخل المجتمع الدولي لوقف المأساة ويضيف الخيطان حلب لن تكون آخر المجازر غدا وبعد أن يعود المتفاوضون من جينيف ستغير الطائرة على مدينة غيرها حمص حمى إدلب لا نعرف ونعرف والمؤكد أن مزيد من الأبرياء الأحياء على موعد مع الموت دوامة عبثية لا تنتهي وقودها بشر من دم ولحم قضى في أتونها الملايين موتا وتشردا وضيعا وكل ذلك لم يكفي المجتمع الدولي ليقف ويقول كفا وختام حلقة اليوم افتتاحية في جريدة حبر التي جاءت بعنوان صناعة التغيير رأت فيها الجريدة بأنه علينا أن ندرك بوضوح على ثورة ليست غاية وليست وطن وإنما وسيلة قمنا بها لتحقيق مجموعة من الأهداف ولم تكن يوما هي الهدف الذي نسعى وراءه فالاستفاف خلف الوسائل هو استفاف خاطئ الاستفاف ذاته الذي تبناه الكثير من المستبدين ليعطوا الشرعية لحكمهم أخشى أن نصل كثوار إلى أساليب المستبدين ذاتها بعد النصر في مجالس حماية الثورة وتجمعات القوى النخبوية والحرث الثوري وتجمعات الثوار بدأت تعطي لنفسها حقوقا لا يتمتع بها غالبية الشعب بحجة الأسبقية والتضحية والدماء وإلى آخره وأنهم وحدهم من شعر بالألم والقادرين على حفظ البلاد في المراحل الحالية والمقبلة وصنفت غالبية المنظمين للثورة مؤخرا أو الناس الذين تحررت مدنهم بفضل الثوار ولم يكن لهم أي سابق ثورية كدرجة ثانية في الوطن وكمتسلقين على الدماء عندما يطالبون بحقوقهم التمثيلية والإدارية فمن لم يبذل الدماء أو يتبنى الفعل الثوري لا يحق له المشاركة في الدولة المقبلة أو العمل الحالي لأنه قد يكون خائن أو عميل أو لأن الحس الوطني لديه ناقص ثوريا إنها لغة التمييز والطائفية ولغة الصراع الذي لن ينتهي ولغة التخوين المستمر ووطن يبنى على طائفة الثورة بدلا من طائفة معينة لغة بعثية سابقة حكمت باسم الثورة المزعومة في العراق وسوريا واليمن ومازالت تحكم في سودان وإيران ومصر بمسميات مختلفة لغة تجعلك تشعر أن الثورة كانت لتحقيق العدالة لمن يطلبها فقط وليست لكل الناس لغة تجعلك تشعرك مواطن أنك أمام استعباد جديد لا يختلف عن القديم حتى بمسمياته فالحركة التصحيحية وحرب تشرين والتصدي للمؤامر الكونية ما زالت حاضرة عند الكثيرين وإن اختلفت المفردات إن الثورة والثورة لا تكون لكل الشعب ولكن المظلومين ولكل الناس الشركاء في وطن واحد ليست جديرة بالانتصار وليعلم الجميع أن لنا أهلا يشكلون أكثر من نصف الشعب السوري ما زالوا يرزحون تحت حكم الأسد وسيتحررون يوما ما منهم الجاهل والمجهل والمظلوم والمغلوب على أمره إنهم جميعا أبناء هذا الوطن وجميعون شركاء في النصر وفي البناء وفي الدم إنهم سوريون يا سادة شاء من شاء وأبى من أبى بهذا المقال مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة